السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع أعلن البنك المركزي الأوروبي هذا اليوم 19 أكتوبر 2023 البدء بالتحضير لإصدار اليورو الرقمي اليورو الرقمي المثير للجدل من المتوقع أن يتم طرح اليورو الرقمي بالأسواق في غضون خمسة سنوات فقط الأمور تسير بطريق الاستعجال العجلة لأجل تطبيق اليورو الرقمي اللي يهدف إلى توفير خيار الدفع الرقمي الجديد إلى جانب النقود الورقية ورح يصدر البنك المركزي الأوروبي يعني هذا الأمر تفاصيل أكثر قريبا ورح يكون متوافق مع أعلى معايير الخصوصية والأمان فكرة اليورو الرقمي تحظى بدعم العديد من الجهات تقريبا كل الحكومات بالاتحاد الأوروبي لأنه يسعى إلى جعل المدفوعات كلها رقمية وكلها قابلة للرقابة من قبل الحكومات ويدعم العديد المستهلكين اللي يرغبون في خيار دفع رقمي آمن وموثوق ومع ذلك فإنه هناك بعض المعارضة لليورو الرقمي من بين اللي عارضونهم المستثمرين اللي يشعرون بالقلق من أن اليورو الرقمي رح يأدي لإضعاف البنوك التجارية وأضعاف الأرباح من يعني من انواع كثيرة من الاستثمارات ويقولون أيضا أن اليورو الرقمي رح يكون أداة للحكومات أو للأنظمة ممكن يكون أداة للحكومات والأنظمة أن تدخل بخصوصية الناس ويكون أمام السلطات إمكانية أكبر بمراقبة كل حركة مالية نعملها اليورو الرقمي هو مفهوم جديد لا يزال قيد التطوير ولكن عديد من الفوائد المحتملة اللي ممكن تكون مصاحبة لليورو الرقمي وهناك أيضا تحديات يجب التغلب عليها مثلا كيف تقنع الناس بأن اليورو الرقمي ما علاقة إلي بالرقابة على الناس بل هو فقط لأجل الحد من التهرب الضريبي ومن أجل إيقافة جريمة المنظمة اللي ما رح يستطيع المجرمين أو الجماعات اللي تعمل بشكل غير قانوني أن تشتري أي شيء أو تبيع أي شيء أو تدفع أي راتب لأي موظف بدون ما تعرف الدولة بأي تحرك مال يقوم بأي شخص يسكن بأحد دول الاتحاد الأوروبي الموضوع الآخر مهم جدا إلى أي مدى هناك حرية تعبير بألمانيا بما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأمور عديدة أخرى قبل أن ندخل بتفاصيل هذا الموضوع اشترك بالقناة إذا بعدك ما اشترك حتى يوصلك كل شيء جديد اشترك دابع عليك حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان ومبدأ دستوري بألمانيا مع ذلك فإن هذا الحق هو ليس مطلق وليس غير محدود هناك حدود ومرحلة ممكن تسبب للشخص عواقب قانونية ودستورية إن فقط عبا عن رأيه بالأونة الأخيرة أثير التساؤلات عديدة حول ما هي حدود حرية التعبير بألمانيا في سياق الاحتجاجات الموجودة بالوقت الحالي اللي يقول عليها الإعلام إنها مناهضة لإسرائيل فقد اتهم بعض النقاد المتظاهرين أو بعض المتظاهرين بالتحريض على الكراهية وتأييد الإرهاب المقصود هنا تأييدهم لحركة حماس اللي تعتبر منظمة إرهابية بألمانيا هكذا توصفها ألمانيا رغم أني شاهدت كثير فيديوهات لمظاهرات ما شفت تقريبا ولا فيديو لأي تظاهر بها شعارات تهتف لحماس كلها تهتف لشعب الفلسطيني وليقاف القصف وليحرية الشعب الفلسطيني نحن أمام مفاهيم أولا حرية التعبير بألمانيا مقيدة بالقوالين الجنائية فمثلا يحضر على أي شخص تأييد أو تسجيع أعمال العنف أو الكراهية وقد اعتبر بعض الخبراء أن عبارة يعني عبارة فعلا تم ترديدها ببعض المظاهرات هي فلسطين حرة من النهر إلى البحر قد يمكن تفسيرها من قبل بعض الخبراء القانونين على أنها تحريض على الكراهية هكذا تفسر الأمور بهذا البلد لأن هذا الشعار يفهم أنه يدعو إلى إزالة إسرائيل من النهر إلى البحر ثاني منظور لهذا الأمر أو ثاني وجه لهذا الأمر يمكن أن تكون حرية التعبير مقيدة أيضا في سياق العمل بالنسبة لوجهة النظرة القانونية يمكن للشركات أن تعاقب الموظفين الذين ينشرون آراء أو تصريحات مسيئة أو تمييزية أو تحرض على الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الأماكن العامة هل هناك نوع من التصريحات التي تحرض على العنصرية والتمييزية يتم المحاسبة عليها أكثر بألمانيا هذا أمر مؤكد هل هناك أنواع من التصريحات التي تحرض على العنصرية والتمييز والتمييز لا يتم المحاسبة عليها هذا أيضا للأسف أمر يعني وارد حتى هناك أوجه بتطبيق القانون على عديد من المصطلحات هل يمكن أن تؤدي القيود الموجودة على بعض أنواع التعبير عن الرأي إلى قمع النقد ضد إسرائيل؟ هذا هو سؤال يطرحت جميع لازم نتذكر أن حرية التعبير تحمي حتى الرأي المعارض بألمانيا حسب التفسير القانوني يسمح للناس بالتعبير عن آراءهم حول السياسة الإسرائيلية حتى لو كانت الآراء انتقادية ولكن يجب أن يكون الآراء محترمة وأن تتجنب التحريض على العنف أو الكراهية بألمانيا بعض العبارات بألمانيا لا يجب قولها وإن قيلت قد تخرب تظاهرة ممكن يكون هدف التظاهرة كبير بعيد عن هذه الكلمات أو العبارات الحساسة إن صح التعبير بألمانيا بالنهاية حرية التعبير هي حق أساسي ولكن هذا الحق هو ليس مطلق لازم تكون حرية التعبير متوازنة مع حقوق الآخرين مثلا الحق في السلامة والأمن عدم حرق سيارات أو يعني إشعال حواجز والطرق نفس ما حصل بالليلة الماضية ببرلين هذا الأمر ممكن يأثر على القضية اللي أنت مظاهر لأجلها موضوع الآخر أصدقائي هناك حزب جديد قد يكون الحزب المخلص لألمانيا أعلنت عضو حزب اليسار بالبوندوستاغ السابقة اللي انطردت من الحزب اللي هي سهرة فاقين كنيشت إنها راح تأسس حزب جديد وهذا الإعلان بعد أشهر عديدة من التكهنات حول خطط فاقين كنيشت اللي كانت بخلاف مع حزبها الحالي من سنوات طويلة ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فإن حزب سهرة فاقين كنيشت الجديد راح يكون اسمه تحالف من أجل العقل والعدالة يعني حتى الآن لم يتم حسم الاسم مئة بالمئة من المتوقع أن يركز على القضايا الاقتصادية الاجتماعية مثل العدالة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية وقالت فاقين كنيشت في مؤتمرها الصحفي الأخير أنه لقد حان الوقت لحزب جديد يدافع عن القيم الحقيقية للاشتراكية الديمقراطية وأضافت أن ألمانيا تحتاج لحزب يقف بوجه الرأس المالية المتوحشة والتمييز والعنصرية هذه الشعارات حتى الآن هي شعارات جميلة نتمنى أن نشوفها موجودة على أرض الواقع بالحزب الجديد اللي تأسسه ساهرة فاقين كنيشت من المتوقع أن يؤدي تأسيس حزب فاقين كنيشت إلى أضعاف حزب اليسار اللي يعاني بالفعل من تراجع بشعبيته وبعض الخبراء يرون أن حزب فاقين كنيشت الجديد قد يجذب بعض الناخبين اليساريين وحتى اليمينيين لأن بعض الأهداف هي متشابهة مما سيجعل من الصعب على الأحزاب الأخرى أن يعني يجعلها تخسر بعض من شعبيته يبقى النرمة إن كان حزب فاقين كنيشت رح ينجح بتحقيق أهدافه ومع ذلك فإنه من الواضح أن إعلانها عن تأسيس الحزب أثار موجة من الاضطرابات من المشهد السياسي وخوف وترقب لهذا الحزب هل سيلبي متطلبات الناس؟ هل سيكون حزب تقليدي؟ خصوصاً وهي قالت بفيديوهات عديدة لا يجب أن نسير خلف أمريكا لا يجب أن نعادي روسيا لا يجب أن نساعد أوكرانيا بالسلاح يجب أن نساعدهم نعم ولكن بتحقيق السلام يعني وفق أي شرط لازم يتم تحقيق السلام وممكن نساعدهم بالتفاوض بالنيابة عنهم لأن هذا الشيء رح يصب بمصلحة الجميع هذه الأهداف تتعارض مع أغلب الأحزاب السياسية الأخرى ما عدا حزب اليمين حزب الافدي ومن المرجح أن يكون الحزب الجديد يعني حزب يساري تقليدي يركز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومن غير الواضح ما إذا كان الحزب رح ينجح بجذب عدد كبير من الناخبين الموضوع الآخر أصدقائي موضوع مهم جدا بالآونة الأخيرة شهدت ألمانيا سلسلة من جرائم قتل الأطفال كان آخرها جريمة قتل الطفلة لويز اللي عمرها 12 سنة بولاد شمال الراين واللي للأسف قتلتها طفلتين عمرهم 12 و13 عام فقط لأنها يعني شاطرة بالمدرسة ويعني أفضل من عندهم من الناحية الاجتماعية ويعني تحبها المعلمة وقبل ذلك وقعت جريمة اللي قتل طفلة اسمها لينا خمس سنوات بولاية بافاريا واللي قتلها والدها هذه الجرائم بتثير تساؤلات حول أسباب العنف الموجهة ضد الأطفال في ألمانيا هل هي مجرد حوادث فردية عبثية أم هي تعكس أزبة اجتماعية أوسعة هناك العديد من الأسباب المحتملة للعنف ضد الأطفال بما في ذلك الفقر للطلابات النفسية إدمان المخدرات وإدمان الكحول كما يمكن أن يلعب الأهمال الأسري والتنمر بالمدرسة وسائل التواصل الاجتماعي أيضا والإنترنت بصورة يعني عامة ممكن يلعبون دور بالأمر هناك أدل على أن العنف ضد الأطفال ارتفع بألمانيا وهو يزداد لأن وفق أرقام الشرطة الأخيرة زادت جرائم القتل ضد الأطفال بالسنوات الماضية بمقدار 60% على الأوقات السابقة في حادثة جديدة تؤكد أنه جرائم الأطفال تزداد هذه الحادثة هزت الرأي العام لأن الشرطة عثرت على جثة طفلة صغيرة عمرها ثلاثة سنوات بنهر الرين بالقرب من مدينة كولن وبحسب التحقيقات الأولية فإن الطفلة اللي عثر على جثتها تعرضت لضرب مبرح قبل أن يتم قتلها وإغراقها ووضعها بنهر الرين ويقال أنه تم وضع جثتها في عربة أطفال لأن المحققين وصلوا إلى الزوجين أو الوالدين المتهمين بقتل الطفلة وقد استخدموا عربة أطفال في نقل الجثة بالليل حتى ما يشاهدهم أحد ورموها بنهر الرين بمدينة هيرن بالقرب من ريكلنج هاوزن بشمال الرين يقال أن الأبوين قد وضعوا أطفالهم هم عندهم مجموعة أطفال خلوهم بقبو الشقة بالكلة فترة طويلة قفلوا الباب على القبو وكانوا يتصرفون كأنما شيئا لم يكن وكان يعني الأطفال لمدة أيام عديدة بالقبو بالظلمة جوعانين ويعني عانون من البرد بحسب تحقيقات الشرطة فإن الزوجين المتهمين أم أب عمره أربعين عام وأم عمرها تسعة وثلاثين عام ترفعوا بوقت سابق بجريمة قتل الطفلة لكنهم ما أفصحوا عن سبب ارتكاب الجريمة وتخيلوا الأم كانت حابس أطفالها بالقبو وتتنزه وعلاقاتها الاجتماعية طبيعية مع الجيران وتنشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي إلها وهي لابسها ملابس رياضة وتتدرب وتعمل تمارين يوغا الموضوع الآخر أصدقائي الصين تفاجئ العالم ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الصيني بالربع الثالث من 2023 بنسبة 4.9% بالمقارنة مع ما كان عليه الحال قبل سنة من الآن كان النمو مدفوع بشكل أساسي بزيادة الأنفاق الاستهلاكي وزيادة مبيعات التجزئة بنسبة 5.5% بشهر سبتمبر الماضي كما ارتفعت الصادرات بنسبة 18.1% في سبتمبر وهذا الأمر يشير إلى انتعاش بالتجارة الخارجية والـ 18% تعني أن الدول الصناعية الأخرى تتراجع والطلب يكون على الصين فقط أو بشكل كبير وخير دليل على ذلك ألمانيا تتراجع اقتصاديا تصدر أقل الخارج بسبب أزمة الطاقة والصين تستفاد من التراجع بصائب قوم عند قوم فوائده يشير النمو القوي بالربع الثالث إلى أن الاقتصاد الصيني تعافى من تأثير جائحة كورونا وهو الآن بطريقة للصعود الكبير ومع ذلك لا يزال أنه لك بعض المخاطر اللي تهدد النمو مثل أزمة عقارية مستمرة عندهم وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي الحروب الموجودة بأوكرانيا وبالشرق الأوسط الحكومة الصينية تتوقع نمو أكثر 5% في 2023 ومع ذلك من غير الواضح ما إذا كان الاقتصاد حيتمكن من تحقيق هذا الهدف أنا أعتقد راح يحققوه ويتجاوزوه بكثير لأن هناك الحكومة عندها من الأساسيات النمو الاقتصادي وما مهتمين بأمور تعرقل النمو مثل المناخ بالنسبة للدول الأوروبية الغير نفطية مثل ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى لازم الآن يتوقعون أن الطلب العالمي على النفط راح يصير أكبر كون الصين بدأ اقتصادها يتعافف فالديزل راح ينسحب أكثر النفط راح ينسحب أكثر حتى الغاز راح ينسحب من السوق العالمي أكثر والدول النفطية على رأسهم السعودية وروسيا قللوا إنتاج النفط نعم قللوا حتى يرتفع سعره أكثر والطلب الصيني اللي حيكون متزايد راح يأدي لغلاء الطاقة أكثر وأكثر على الدول تحديدا الأوروبية الغير نفطية على رأسها ألمانيا بهذا الموضوع صنع للنهاية شكرا تكونوا استفادية وتحياتي لكم مع السلامة